تصراحات لعبي النار الزمالك بعد الفوز بالبطولة والاحتفال اللي مستمر حد دلوقتي طيب احنا انا لازم برضك قبل ما تقولت احتفال انا لازم اقول لي اللي عبت الاهلي بصوا اللي احتفال بقالوا جو اسبوع عشان تعرفهم اللي ما بتخسرهم الدنيا بتتقلب عشان تعرفوا قمتكم انتوا لعبة كبيرة الناس بتحتفل بقالوا يا اسبوع وانت بتاخد بطولة بتقول يلا روح التمرين افن خلاص على البطولة وما انت دلوقتي تعرف اللي انت جامد بالتصراحات اللي عادت عمل دين عشان تعرف انا اعرف ساعات من قلة الفرحة لعب النادي الاهلي وحتى المسؤولين في النادي الاهلي بالبطولة بيتحس النادي الاهلي كأنه ما اخدش بطولة مش احنا قبل كده اقولنا لو اتزملك معنا لو خب بطولة هي احتفل على كبرو اكتبر والكلام ده يبقى احنا كلامنا بقى صح ما الناس بقى لا اسبوع بتحتفلوا حقهم اللي ام احتفلوا حقهم بس انا بقولك مكسب الاهلي بيختلف انا فعلا والله الواحد من كتر الاهلي بيحصل على بطولات بيت يعني بحس ان الاهلي ما كأنه ما اخدش بطول اكتما الاهلي لا بيخسرش اللي كل عشر سنين واللي حتى يعني الاهلي لو خسر الدنيا كلها بتتقلق انت حتى جمهوره انا بقابل جمهوره في الشرع صعبان علي يعني جمهور الاهلي جمهور كبير واللعبة دي لعبة كبيرة وما زالوا متأثرين واللعبة دي كبيرة هترجع نفسها تانو كان لازم الخسارة ضيما عشان اللعبة دي تفوق تعرف اللي انا نفسها تشرت النادي الاهلي تشرت النادي الاهلي كبير صح الشرت النادي الاهلي بالعبش اللي على رقم واحد ومال طبعا نادي الزميلك تعب يعني في المطشدة تعب أكتر من اللعبة الأهن يعني اللعبة بتاعة الزميلك تعبت أكتر من فرد الأهن عشان كده ربنا اداهم وشان بقى التسريحات اللي كانت كابتن كان يحصل مشاكل كتير برضو يعني واحد ناصر منس ده كان هيمشي مظبوط مدير الفن كان هيمشي اتنين من مجلس الأدرة كان هيدون مستأدته كابتن الفريق كان هيمشي عشان مجلس الأدرة هو اللي حامي الناس دي والنادي كان يحصل فيه مشاكل كبيرة ولا نبتكلم مبرادي كانت تقول يعني ربنا رضاه عشان برضا قم تاعبهم وهم يستحقهم وركزوا في المطش دي يستحق يعني هم تاعبهم ويستحقهم هم الوكان لازم يحصل قد اللي هو معلش كان لازم نادي الزميلك يكسب المطش وعشان لعبت لالت فوق تعرف اللي هي لبسة شرطة كبيرة تعرف اللي هي وراه جمهور يعني تسعين مليون جمهور النادي الآهل ده حقيقي انت لازم جمهور النادي الآهل دلوقتي لحد دلوقتي بقى بالناس في الشرع زعلان يعني زعلان تعرف اقبت ان لو انت كنت كويس وخسرت وما لزعلان الفرق وكتوحش اقون والمدير الفني هو ده العفاكة ده اللي محزن جمهور النادي الآهل والإدارة والناس بسبب ان ما كانش في روح تغيرات كبت اللي تعملت حتى يعني تلات تغيرات اللي عبت جامتين حتى هم لوحشين امام ما يطلعش يحسن ما يطلعش يبنس امام يطلع اول دي يعني اول دقيقة في الشوتة التانية اهدى مش عشان بتحبه انا بحبه عفقك انا بقولك اكسم بالله انا لو مدير فني من اول تلات دقايق في الشوتة التانية يخرج في لعبة كبتن ما يطلعش من ملعب ليه هيكسبني في اي وقت امام عشور في الوقت ده ما يبينش ان هو هيكسبك ولا اصلا يجب لك شوتة جنب العرضة هو هفيته في الملعب اسمعني بس والله ما بهزر اسمعني اسمعني ايه رأيك بقى في اكرم توفيق كان وحش لا لا سبك من وحش اه اول عشر اول عشر ده كان اكرم توفيق كان وحش كان بينه اخر عشر ده اي كان وحش وحش ومش قادر ده عنده اصابة يطلع فين عمر الصلي دي حاجة بقى بمدير فني بس اه هكلمك عالجزئية بتاعت امام فمصدي امام لو وحش يفضل موجود لا ما يباشي موجود ليه بموجود وحش بقولك امام عشور بالمستوى ده لو قعد الماتش تعد ثلاثة ايام مش يجيب لكورة جنب العرضة عارف ليه عشان كان متعالي عارف ليه عشان ما كانش مهتم عارف ليه البس بتاعه ما كانش صح في اجمال الماتش في ايه في الماتش مش لا مش افضل حاجة ما كانش فيه كورة بس بالامانة ما كانش فيه كورة اصلا ما فيش هاي حاجة ما فيش حاجة ولا فيش جير الكرة اللي هي الفاول بتاعت وسام ابو علي والكرة اللي راحت الوحيدة تقريبا بتاعت الهدف اللي هي بتاعت ناصر مازي ما كانش دربي بس هقولك على حاجة بصراح لعبة نادي الزمالك كانت منظمة لأ كانوا ارجع منظمين ورجال لأ كانوا ارجع منظمين اللي كسب نادي الزمالك والروح والتنظيم بتاعه التاني حاجة مستى الكرة هو اللي تضاموا المباراة اه انا انا بقلتلك انت اللي تضاموا السق نادي الزمالك برضا نادي كبير ولعبة كبيرة بس ببهم قلقين انت خلتهم يلعبهم باص 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 اه انا بقى اكلمك استحواز اه سلبي مش ايجابي بس بتدولوا السق اشتركوا في القناة